وصل إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية على رأس وفد كنسي قادما من القاهرة إلى أرض المعمودية في زيارة تاريخية رسمية ورعوية لأبناء الكنيسة القبطية حيث تأتي هذه الزيارة الأولى عقب اعتلائه السدة المرقصية وفي كنيسة العذراء أمار جرجيس للأقباط الأرثودوكس جالت كاميرا نورسات الأردن في أرجائها لترصد آخر الاستعدادات لاستقبال قداسته طبعا أكيد حاجة مهمة كتير بالنسبة لنا نستنعها من سنوات من يوم قداست البابا تم تجليسه ونحن مبسوطين يعني كل الشعب فرحان وكل الشعب مبسوط وبيبذل لأقصى مجهوده عشان الزيارة دي تكون زيارة رعوية كتير كويسة لكل الشعب المسيحي في الأردن زيارة تاريخية ويعني قدست البابا أول مرة يجي والكنيسة كلها فرحانة والأردن كلها بتستقبله الكل هنا فرحان خالص بزيارة سيدنا البابا ودي زيارة مسببة لنا فرح كبير الكل بيواصل الليل بالنهار الكل بيحاول نجهز الكنيسة والبرامج اللي هتتقدم من كرال من شمامسة من ترتيب وتنظيم علشان تطلع الزيارة بأحلى صورة ممكنة والشعب كله يفرح وإحنا فرحانين خالص بيوجود سيدنا معنا أنا فرحان عشان انت جاية وتسك وانا نفسي أشوفك وتصور معاك وانا بحبك كتير عاوزين نعمل حاجة ليق بقدست البابا حاجة تشرفنا وتشرف قدست البابا لأن احنا أبناء قدست البابا ورعيته أبناء المهجر نفسنا حاجة تشرف مصر حاجة تشرف الطقفة القبطية وحول برنامج الزيارة يتوقع أن يلتقي قداسة البابا توادروس مع جلالة الملك عبد الله الثاني كما سيلتقي قداسته مع أبناء الرعية القبطية راعي كنيسة الأقباط بعمان القمص انطونيو الصبحي أكد لنورساد الأردن أن أجواء الفرح والسعادة تسود أبناء الرعية في الأردن كون هذه الزيارة هي الأولى لقداسته إلى الأراضي الأردنية من ثلاثة أسابيع بدأت الترتيبات والاستعدادات ونشكر ربنا أنه جهات كتير مشتركة في أعداد الترتيبات بتوجيه من جلالة الملك عبد الله كمان أشرف على كل خطوات الترتيبات سمو الأمير غازي وإن شاء الله ستكون زيارة هي الزيارة الأولى لقدست البابا توادروس إلى الأردن إن شاء الله ستكون زيارة مفيدة لرعيتنا رعية الكنيسة القبطية الأرثودوكسية في الأردن نشبع بالفرح ونشبع من كلمات الله اللي هينطق بها في عزة إن شاء الله غدا طبعا أول محطة ستكون هنا في الكنيسة القبطية كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس ماري جيرجيس غدا رح يكون لقاء قدست البابا مع رعيتنا ومش هقدر أوصف بالكلمات قد إيش رعيتنا في كامل الشوق لهذا اللقاء شبهتها اليوم بأب جاي عند أولاده فأولاده في كامل الشوق أنه يستمتع بأبوة أبوهم ولسيما شخص قدست البابا الأنبطة دروس الثاني بحبه أبوته ورعايته المعهودة في شخصه الحبيب هذه أول محطة وإن شاء الله رح يكون قدسته هيترقى الصلاة القدس الإلهي صباح الأحد بإذن الله بالنسبة للزيارات من الطبيعي أنه رح يكون نهر الأردن هو المحطة الأولى في الزيارات المكان عماد السيد المسيح وتلت ماريلياس المكان اللي أصعد منه إليا النبي بالمركبة النارية المكان اللي عاشت فيه القديسة مريم المصرية التائبة كمان محطة أخرى في الزيارات رح يكون جبل نيبو حيث دفن موسى النبي بعد أن فارق الحياة زي ما هو مكتوب في سفر التسنية أن ومات موسى النبي ودفنه الرب هذه تقريبا أهم المحطات في هذه الزيارة التاريخية لقدست البابا طو دروس الثاني إلى المملكة الأردنية الهاشمية أقول نفرح كلنا بهذه الزيارة التاريخية وفي النهاية برضو يجب أن أشكر قناة نورسات على هذا الاهتمام الفائق لتغطية كل فعليات هذه الزيارة وأخص بالشكر الدكتورة باسم السمعان مديرة القناة هنا في الأردن وكل الأخوة الأحباء العاملين في القناة ما وجدت منهم إلا كل بذل وتضحية واهتمام وأنا واثق أن تغطية نورسات لهذه الزيارة سيكون لها عميق الأثر في نفوس ليس ألاف البشر ولكن أعتقد ملايين يأتي إلينا قداسته رسول سلام وكارزا بالإيمان نصلي لله العلي القدير أن تتكلل زيارته بالخير والبركات باسم السمعان نورسات الأردن